موسيقى اعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد الروكن تركي المالكي بان قوات التحالف الجوية نفذت مساء اليوم الخميس عملية عسكرية ضد اهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة صنعاء واكد المالكي ان هذه العملية تأتي استجابة للتهديد وتحديد خطر الهجمات الوشيكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على المنشآت المدنية بالمملكة واوضح العميد المالكي ان قيادة القوات المشتركة للتحالف مارست خلال الاشهر الماضية اعلى درجات ضبط النفس امام الانتهاكات الانسانية الجسيمة والاعمال العدائية الوحشية المتعمدة والممنهجة من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران بهدف دعم الجهود والمبادرات الاممية للوصول الى حل سياسي شامل في اليمن واكد العميد المالكي انه في حال استمرار وتماد الميليشيات الحوثية ومواصلة انتهاكاتها الجسيمة لاستهداف المدنيين والاعيان المدنية والبنية التحتية فعلى الميليشيات الاستعداد لما هو اوسع واشمل اكد مجلس الامن الدولي على ضرورة وقف اطلاق النار في اليمن ووقف التسعيد الحوثي على محافظة مأرب وانهى انتهاكات الميليشية بحق سكان العبدية واندد بتجنيد الاطفال واستخدامهم في الحروب ودعا بيان مجلس الامن الى ضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان وانتهاكات القانون الانساني الدولي وتجنب اي اعمال يمكن ان تسبب معاناة للسكان المدنيين واجدد مجلس الامن التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة اراضيه واعرب عن قلقه الشديد ازاء الحالة الانسانية المتردية في اليمن وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق وانوه مجلس الامن بعودة رئيس الوزراء الى العاصمة المؤقتة عدن واشدد على اهمية دعم الحكومة في تقديم الخدمات الاساسية للشعب اليمني وطالبت جميع الجهات الفاعلة بتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل وندد مجلس الامن الدولي بهجمات ميليشيات الحوثي قبالة سواحل اليمن وتهديد امن الملاحة في خليج عدن والبحر الاحمر دعا المبعوث السويدي الى اليمن بترسيم بميليشيات الحوثي الى اغتنام الفرصة والانخراط بجدية والانخراط بجدية في المفاوضات مع المبعوث الاممي دون اي شروط مسبقة واوضح سيمينبي في حوار مع الشرق الاوسط ان اهم خطوة فورية يمكن للحوثيين اتخاذها لاظهار رغبتهم في السلام تتمثل في وقف الهجوم بمحافظة مأرب الذي يتسبب في مضاعفة المعاناة البشرية والخسائر في الارواح وقال سيمينبي ان دول الاتحاد الاوروبي تدعم جهود السلام في اليمن واشار المبعوث السويدي الى الضرورة ان يكون الهدف المشترك في اليمن اطلاق عملية سياسية شاملة والمحافظة عليها لمساعدة اليمنين على ايجاد طريق للسلام قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراز ان بلادها تشعر بالقلق تجاه الصراع المستمر في اليمن والتصعيد الحوثي في محافظة مأرب والازمة الانسانية الحادة واكدت تراز في حوار مع صحيفة الشرق الاوسط ان التسوية السياسية هي الطريقة الوحيدة لتحقيق استقرار طويل الامد في اليمن ومعالجة الازمة الانسانية المتفاقمة واشارت الى ترحيبها خلال اللقاءات مع المسؤولين السعوديين بانضباط المملكة في مواجهة الهجمات المتزايدة على الحدود من ميليشيات الحوثي وقالت تراز ان بلادها تعمل بالتنسيق مع الدول الخمس لدى اليمن والمجموعة الرباعية من اجل ممارسة ضغط سياسي على الحوثيين للمشاركة في الحوار واجدت تراز دعم المملكة المتحدة لعملية السلام التي يقودها المبعوث الاممي الى اليمن بشكل كامل وحثت الاطراف اليمنية على المشاركة بشكل بناء مع الامم المتحدة واشارت تراز الى ان هناك فرصة حقيقية لتهدئة التوترات في جنوب اليمن وتنفيذ اتفاق الرياض واعربت عن ترحيبها بعودة رئيس الحكومة اليمنية الى عدن قال قائد اللواء 143 مشاه العميد ذياب القبلي ان قوات الجيش مسنودة بالمقاومة ورجال القبائل يخوضون معركة استنزافية واسعة ضد ميليشيات ايران الحوثية قال العميد القبلي في تصريح للمركز الاعلامي للقوات المسلحة هدفنا تحرير اليمن واستعادة الدولة من عبيد ايران وقريبا باذن الله سينتهي زيف الميليشيات الحوثية والتضليل الذي تمارسه على ابناء الشعب اليمني واشاد العميد القبلي بالالتفاف المجتمعي الكبير في عموم محافظات الجمهورية خلف قوات الجيش والمقاومة في المعركة الوطنية للدفاع عن الهوية والمكتسبات الوطنية واكد العميد القبلي ان الضابط الايراني الارهابي حسن ايرلو هو من يتحكم اليوم بالميليشيات الحوثية واكد ان اليمن سينتصر ضد ايرانا واذنابها قريبا باذن الله اكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ان استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه يمثل اولوية قصوى لدى الحكومة جاء ذلك في التصالي مرئي مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الامن وقال رئيس الوزراء ان اتفاق الرياض يستوعب المصالح المشتركة للجميع ويضمن تحقيق الاصلاحات الضرورية وتوحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لوائها ويقطع الطريق على اي محاولات لاثارة الفوضى وتهديد الاستقرار في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة بدورهم اجدد سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن موقف بلادهم الداعم لجهود الحكومة في الحفاظ على مؤسسات الدولة ومعالجة الاوضاع الاقتصادية والخدمية واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض نفذ تكتل شباب الاحزاب السياسية اليوم وقفة امام السلطة المحلية بمحافظة التعز للمطالبة بالتدخل السريع لعمل الحلول اللازمة للمواطنين الذين يتعرضون للطرد من مساكنهم من قبل المؤجرين بعد ارتفاع الاجارات بشكل كبير وفق قدرتهم المالية وقال المحتجون ان الاجارات اصبحت تفوق المرتب الذي يتقاضاه بعضهم فيما يشكل بعض ايضا من انعدام اي مصدر للدخل الامر الذي ضاعف من معاناتهم مع السكن وعدم قدرتهم على دفع الاجارات المتراكمة عليهم وطالب المحتجون بتحديد اسعار معقولة للاجار ومنع عقود الاجارات بالعملة الصعبة التي لجأ اليها بعض المؤجرين ناقش نائب وزير الكهرباء المهندس عبدالله هاجر مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء صام الكثير اوضاع الكهرباء في وادي حضرموت وناقش الاجتماع المعالجات المناسبة لتغطية احتياجات كهرباء منطقة الوادي من العمالة المؤهلة في مختلف التخصصات وتخفيف العبء على العاملين الذين يتحملون مهاما مضاعفة نتيجة لمحدودية العمالة الحالية في المنطقة واشار الكثير الى جهود السلطة المحلية في مساندة المسؤولين في كهرباء الوادي للتغلب على المشكلات التي تواجه محطات التوليد في الوادي وتوفير التيار الكهرباء لكافة المواقع السكانية وفق الإمكانيات المتاحة